اهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند تريند النهاردة تريند تريند طبعا على السوشيال ميديا بيت سمسي ماني النتائج اللي اتحققت في كاس العالم للأندية الميدالية البرونزية للعام التاني على التوالي الفوز على الهلال السعودي بربعية في أداء ما حصلش منذ فترات طويلة ونتائج مميزة في هذه البطولة رغم بقى حجم الصعوبات والضغوطات والتحذير والمعوقات اللي وجهها الأهلي خلال الفترة الأخيرة لكن هي الكورة كده هي نتائج الكورة كده تكسب الناس ترفعك لسابع سما تخسر لقدر الله الناس تقعد تحطم فيك وتقولك ده مش مدرب دي مش نتيجة ده مش أداء التقييم مهم جدا يكون تقييم موضوعي وأي مدرب لما بيشتغل في أي مكان ألف به لما تقيمه مش بتقيمه بورا ولا بهدف ولا بلعبة لازم تقيم فترة طويلة بس بيتسو موسيماني تحديدا مدرسة غريبة شوية مش غريبة كهو كمدرب لا مدرسة غريبة جدا في التقييم اللي بيحصل معاه وفي المقارنات اللي بتحصل مع نتيج موسيماني مع مدربين آخرين يعني مثلا بيتسو موسيماني اتعادل مباراة أو كسب مباراة لكن شوت كويس وشوت ما كانش الأداء كويس فتلاقي حملات التقطيع عالية جدا عن الراجل ييجي مدرب تاني أو في أي مطش تاني مع فرقة تانية يتعادل على الأرض يفقد نقطتين وهو بينافس على التأهل مثلا فتلاقي المبررات جهزة ريمونتادة رائعة هي دي الفرقة اللي ممكن تنافسها على البطولة رغم أنهم اتعادل على الأرض بس هي الفكرة زي ما قلتلكم في حاجة مش مفهومة هل الكيمية كمية الإعلام أو كمية بعض الجماهير مع المدرب مش ركبة بس برضو على أرض الواقع لما تبص للنتائج اتنين دورة أبطال إفريقيا اتنين سوبر إفريقي اتنين برونزية كسعالم أندية يعني هنا في جملة مهمة جدا عجبتني بصراحة من الكابتن عماد متعب وأنا بصراحة عماد متعب من اللعيبة اللي بحب أسمع لها لأن لعب أولا بيعرف الكلم كواس جدا لعيب اسم وإمكانيات وقدرات لا غبار عليه ولعيب دولي ولعيب كان في الجيل اللي احنا يعني ما بنقدرش يعني ننساهم جيل جيل العظماء في الأهلي لما يطلع يقولك الرجل ده عمل نتائج كبيرة جدا بس أنا مش لقي مبرر للانتقادات الحد اللي بيواجهها قالك ده احنا بعظمة الجيل اللي احنا كنا فيه ما قدرناش نعمل نتائج في كاس عالم أندية إلا ميداليا برونزية واحدة سنة 2006 ما قدرناش نحقق ده تاني الراجل قدر يحقق ده في سنتين متتليتين بجهاز فني على أعلى مستوى بيلعيب على مستوى عالي جدا بإدارة مدياله دفع قوي جدا ووقفه في ظهره وفي نفس الوقت مدياله المساحة إنه يقدر يشتغل جوه الفرق أو يحضر للفرق ويجيب الصفقات اللي هو عايزها بشكل رائع جدا في خلال حوالي 14-16 شهر تولى فيها بيت سمو سيماني قيادة الأهلي منذ 2 أكتوبر 12-2020 وإحنا نهاردة في فبراير 2022 فبالتالي حجم الانتقادات والمقارنات بتبقى للأسف عالية جدا لما بيكون فيه خسارة لكن أولا